العد تنازلي لجلسة النواب في سرط قارب على انتهائه فموعدها لا تفصلنا عنه سوى ساعات للنظر في تركيزة حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميدة بيبة ومنحها الثقة الجلسة التي وصفها مراقبون بالتاريخية فعبرها قد تنتهي حالة الانقسام في البلاد وتمنح الفرصة للحكومة الجديدة للعمل على تحسين مستوى الخدمات والتهيئة للانتخابات العامة نهاية ديسمبر القادم وفقا لخارطة طريق حوار جينيف هنا في مطار الجردبية استقبلت أول رحلة مدنية منذ توقف المطار عدة سنوات وصل خلالها رئيس ديوان مجلس النواب عبدالله المصري والوفد المرافق له للوقوف على تجهيزات عقد الجلسة في قاعة وغدوغو التي استكمل موظفوها أعدادها بالتنصيق مع مديرية أمن السرط وذلك لتأمين الجلسة وفق خطة أمنية مشتركة أعدتها لهذا الغرض عقب تقرير خمسة زائد خمسة حول إمكانية عقد الجلسة في مدينة السرط فما فرص نجاح جلسة السرط ومنح ثقة للحكومة الجديدة وهل تشكيلة الدبيب الوزرية ستمرر دون تعديل وما الخطوات القادمة للنواب في حال تعذر اعتماد الحكومة وأي مستقبل للعملية السياسية بعد جلسة سرط ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر